لازلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولازلنا أيضا مع بداية الوحي نزول الوحي على رسول الله وبمجرد أن نزل الوحي وذكرنا هذه الروايات المثبتة في الكتب وناقشناها سابقا ترد رواية أن الوحي انقطع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت خديجة سلام الله عليها قالت للنبي صلى الله عليه وآله انقطع الوحي عنه يعني أياما فقالت له يعني كأنه أنا أبحث عن الرواية بابن جرير الطبري قالت له ما أرى ربك ما أرى ربك إلا قد قلاك قال فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا مثل هذه الرواية نفس الكلام لا يمكن أن نقبلها مع الأسف الشديد وهذه في بدايات الوحي أولا ثانيا ثالثا قبل ما أعلق على الرواية هنا مثلا آراء بالنسبة إلى نزول صورة الضحى أو أسباب النزول ابن عباس يقول احتبس الوحي خمسة عشر يوم ومعلوم ابن عباس في المدينة وليس في مكة فقال المشركون إن محمدا قد ودعه ربه وقاله ولو كان أمره من الله تعالى لتتابع عليه الوحي يعني فنزلت الصورة والضحى والليل إذا سجى هذا رأي تاني رأي تالت قيل إنما احتبس الوحي اثنين عشر يوما عن ابن جريج وقيل أربعين يوما عن مقاتل وقيل إن المسلمين قالوا ما لك لا ينزل عليك الوحي يا رسول الله فقالوا كيف ينزل علي الوحي وأنتم لا تنقون براجمكم يعني ما بتنظفوا دايكن الوسخ بيكتر عليها ولا تقلمون أظافركم يشو خاص صاحبها شو إلى داخل إذا المسلمين كانوا وسقين أبين نطفوش حالهم شو إلى داخل بعد النزول الوحي ما أدري طيب ولما نزلت السورة قال قال النبي لجبريل ما جئت حتى اشتقت إليك فقال جبريل وأنا كنت أشد شوقا إليك ولكني عبدا مأمور وما نتنزل إلا بأمر ربك وقيل هذا الرأي سابع ستامن الله أعلم سألت اليهود رسول الله عن ذي القرنين وأصحاب الكهف وعن الروح فقال سأخبركم غدا يعني ما قال لهم بنتظر أمر ربي أو إن شاء الله قال نعم بكرة بخبركم فالله عاقبه ليش قال لهم غدا مفروض يقول إن شاء الله فلأنه قال لهم غدا الله عاقبه أخر الوحي إن شاء الله فاحتبس عنه الوحي هذه الأيام فاغتم لشماتة الأعداء يعني اليهود اللي سألوا فنزلت السورة سلية لقلبه وقيل رمي بحجر في أصبعه هل أنت إلا أصبع قال له لا أصبعه هل أنت إلا أصبع دميته وفي سبيل الله ما لقيت فماكث ليلتين أو ثلاث لا يوحى إليه فقالت له أم جميل بنت حرب امرأة أبي لهب مرتعمه يعني يا محمد ما أرى شيطانك والعياذ بالله إلا قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أنا مش عارف أم جميل شو دخلها بالموضوع يعني أم جميل مرة مشتركة يعني شوف ليش عم بذكر لك كل هالروايات طبعا مختصرة ليش عم بذكر لك يون بس لقلك أنه شوف قديش الوضعين مخيلتهم كبيرة وهي مثل ما أناك شايف كتب محشية بكتب المسلمين طيب أول شيء أم جميل مش قاعدة مع النبي ببيته لحظة والتاني شيء أم جميل شو دي شوفها بيه هي خديثة ما كانت تشوف جبريل عليه السلام ولكنت تسمع فيش إلا الإمام علي إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي أم جميل قالت له شو بين ثلاثة أيام بالشي في ما يزال عندك هذا شيطانك أصدى جبريل عليه السلام شو إلى داخل طيب اللي قبلها شفتوا الرواية اللي قبلها إنه قال لهم عبكرة بقلكون فقام احتبس الوحي ليعاقبوا على هالكلمة وشمتوا فيه فنزل الصورة هك كما ترى شاي اللي قبل منها إنه والله أنتوا ليش ما بتنظفوا حالكم عشان هيك شو عم ينزل روحوا نظفوا حالكم لا ينزل علي الوحي قالوا رب طيب ما كانوا يسربوا خمر كان الأجدر إنه قال لهم لا تسربوا خمر حتى ينزل الوحي أهم من لا تزنوا ولا ياذب الله حتى ينزل الوحي لا كذا في شيء أعظم من نظافة الإيدو وتقليم الأظافر مثل ما أناك شايف سخافات بسخافات آسف لهذا التعبير بس هذه سخافات مع الأنسب الشديد طيب وقال لن نجي لرواية أبن جرير بتقله خديجي أنه والله ما أرى إلا ربك قلاك هو بعده جاي من عند ورقة أبن نوفل اللي حكينا عنه رواية سابقة بشيء يوم تاني يوم تلت يوم رابع يوم وقف الوحي شو مبين شايف ربك نزل علي نزل الوعي بالغار ووقف هاي معناته الله تركك مش مهتم فيك فنزلت ما ودعك ربك وما قال أولا واضح أنه السورة هذه ما نزلت مباشرة بعد سورة اقرأ باسم ربك هذا واضح زدا ما كان عقله قصصي شعرفوا هاي العقول ما كانت إلا عقولا قصصية ما كانت عقول يعني هكي عقول تناقش الحقائق وتستدل وتبحث عن الحقائق طيب الأمر الآخر أنه نحن كما نكرر دائما عم نبحث عن الحقيقة والحقيقة يكفي أن تقول بأن الله سبحانه وتعالى اختار نبيه لوحيه وحي السماء ثم قال له قم فأنذر قم إلى الإنذار لأنه بمجرد أن نزل عليه الوحي أمره الله سبحانه وتعالى جاء إلى خديجة تدثر تزمل فنزلت هاي السورة يا أيها المدثر قم فأذر كما قلنا سابقا شغل تكمل هل أو رايح أن تنذر الناس أن تدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد هذا في البداية في بدايات الأمر إزاي صحيح قلنا صلى رسول الله وخديجة وأمير المؤمنين عليه السلام الذي كان عمره يتراوح بين عشر وستعش سنة بحثناه سابقا سبع سنين ورسوله هؤلاء الثلاثة يوصلون حلا هون هاي الرواية شوي يمكن شيعية إذا بدك بس طبعا أنا أعمل لك تاريخ شيعي ما فيه تاريخ اللي مكتوب عند الشيع مأخوذ من هذول من ابن جرير الطبري ومن ابن هشام ومن الحلبي وإلى آخر ابن كثير وإلى آخرين بس مع ذلك هاي الرواية بقولوا أنا أفرض شيعي بدنا شوين وقف عند هاي الرواية كمان أنه سبع سنين صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجرد أن نزل عليه الوحي بدأ بالدعوة إلى الله ثلاثة سنين كانت الدعوة سرية في دار الأرقم والأرقم في دار الأرقم يعني هذا ابن الأرقم أو الأرقم هذا الرجل أسلم في بدايات الدعوة أسلم ثم أصبح الناس يلتقون مع رسول الله في داره ودار الأرقم معلوم كان قريب من المسعى يعني صب السعي بين الصفة والمروة طيب فهذا الرجل أسلم طيب إذا كان أسلم معه في هذه الثلاث سنين كثير من خلق الله من المسلمين من العبيد من الكذا أسلم أسلموا مع رسول الله طب هذولي ما صلوا إلا أن يقال بأن الصلاة ما أوجبها الله تعالى على المسلمين إلا بعد سبع سنين بيصير موضوع بيصير يصح أن يقال أنه أول من صلى إلى سبع سنين رسول الله وخديجة وعلي سلام الله عليهم أجمعين وإذا قلنا لا أن الصلاة أوجبها الله فهؤلاء أول من صلوا ثم من أسلم معهم بدأ بالصلاة والله العالم بحقائق الحال بسأني عم بني لكم شو فيه بالتاريخ واللي بدنا نحكي يعني فيه شغلات بتقرف يعني ما فيش داعي أنه نذكرها على الإطلاق ثم بعد ذلك دخل المؤرخون في صراع من أسلم أولا نهايات أو أسلم بالنهايات المهم أنه ناسلم وناصروا رسول الله يوم عز النصير ما بجوز شوية الواحد كمان لازم يكون منصف يعني هني مش مضروبين عيدهم لحتى يأسلموا في البدايات لحتى نجي مثلا نحن نحكم بعض المسلمين الشيعة بيحكموا بكفر هؤلاء طيب إذا كانوا كفار كيف تعامل معهم رسول الله وعلى أي أساس وكيف بيتزوج منهم وكيف كذا وكيف كذا في أسئلة كثيرة ما بجوز هذا الكلام في مثل مع الأمير المؤمنين حلية الدنيا في عيونهم وراقهم زبرجوها حلية الخلافة في عيونين وراقهم زبرجوها فاكتنفوها واقتضموها مثل ما يقول علي من أبي طالب سلام الله عليك الآن بس أما أنه والله ما كانوا من صحابة رسول الله لا كانوا من صحابة رسول الله ما كانوا يعني دافعوا عن الإسلام في بعض الأحيان ليش وفي مكة كان الإسلام عزيز ما كان الإسلام يعني شيء كبير هلأ طبيعي بدي أتكفر من قبل الشيعة على هذا الكلام هذا شيء طبيعي بس الإنسان ينبغي أن يكون منصفا مع التاريخ طيب أسلم الكثير من الناس إلى أن وطبعا هنا يعني أنزل الله سبحانه وتعالى في المرحلة السرية هلأ مختلفين عليها وقال لي الله أنزل الأي وانذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن أعصوك فقل إني بريء مما تعملون لا اختلف وهي في بداية مراحل الدعوة السرية أو الدعوة العالمية يعني بعد ثلاث سنين الظاهر أنه لا الظاهر أنه في الدعوة السرية في البدايات ليش لأنه عم بقول له انذر عشيرتك الأقربين يعني جمعتك بني هاشم عشيرتك البكار كثير في الدعوة ظاهر هيك والله العالم شو بدي باختلافاتهم مش كثير مهم المهم أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء في المرويات أنه صعد الصفا طيب وقت اللي بنقول أنه صعد الصفا ونادى بصوته هذا معنته الدعوة علنية مش سرية شاه صارت علنية سرية مفروض بعية لزيد بعية العمر بيحكي وياه بالسر وبقول له أكتم إيمانك بس يوقف على الصفا أمام الناس كلهم وجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي يا بني عبد المطلب وذكر الأقرب فالأقرب حتى اجتمعوا ومن لم يستطع أن يخرج إليه أرسل رسولا لينظر له ما يريد فقال النبي صلى الله عليه وآله أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي فقالوا بلى والله لأن ما جربنا عليك كذبا معروف أنت الصادق الأمين عننا قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألي هذا زمعتنا فأنزل الله تعالى تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه مالهم طيب كمان هم بدنا نقف شوي بيونذر عشيرتك الأقربين في عنا هكي رواية في عنا رواية أخرى بتقول أنه جمعهم ودعاهم على وليمي وقال ما أشد ما سحق أبلي أمر أمير المؤمنين أن يصنع له طعاما وجعل رجل شات عليه واملأ لنا عسا من لبن صاعي وأجمع بني هاشم وعبد المطلب هاي أقرب للإيه هديكي صار في دعوة علنية وصار معروف أنه محمد يدعو إلى الإسلام وقال وقف بطريقه عم أبو لهب طيب وإذا بدك تجي تقول بالصورة شوفي فيه وامرأته وحمالة الحطب في جيدها حبله بن مسد طيب هاي أم تبلشت تأمر غلمانها بقطع الطريق على محمد ورزقه بالحجارة ووضع الحطب في طريقه وما إلى ذلك فبعد ما صارت الدعوة علنية فإذن الأقرب أنه هاي الآية نزلت لعشيرته الأقربين وكان أبو لهب مون ما نزلت أمام الناس على الصفة عندما دعاهم كانت دعوته حينئذ علنية على أي حال صنع الطعام أمير المؤمنين دعاهم كانوا أربعين رجل يزيدون رجلا أو ينقصون فيهم أعمامه أبو طالب والحمزة والعباس أبو لهب بن عمومتي فأحضر لهم عليه عليه السلام الطعام فأكلوا حتى شبعوا في روايات بتقول أنه كأن الطعام حتى ابن جرير طبري ذكر هالشي بيقول أنه هاي الطعام كان يكفي لرزل واحد أكله الأربعون وشبعوا وبقي من الطعام وكذلك عسا وكذلك اللبن فلذلك قالوا مش مستمعا ربما تكون هاي سمشكل شي بدنا ننقشوا بعقلنا وننفيه ربما تكون هاي من كرامات النبي صلى الله عليه وآله حتى لي شوي أنه طعام أليل وطعمها أربعين وجاي عم يدعيهم لأمر عظيم فحتى شوي يلتفتوا أنه في في شي غريب بالموضوع ولذلك قام أبو لهب وقال سحركم ابن أخي سحركم اعتبر أنه هذا السحر على كل حال الآن ما بدي ناقش ممكن يتناقش بالرواية بس بديش ناقش فيها طيب بلي إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما شربوا وأكلوا ما أعلم إنسانا في العرب جاء قومه بمثل ما جئتكم به لقد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني ربي أن أدعوكم إليه فأيكم يؤازرني يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم من بعدي فأحجم القوم غير علي عليه السلام فقام وقال أحدثهم وكان أحدثهم سنا أنا يا رسول الله أنا يا نبي الله فأمره النبي بالجلوز وكرر عليهم مقالته فلم يستجب له أحد غير علي عليه السلام لما رأى النبي صلى الله عليه وآله لإحجامهم وإسرار علي أخذ برقبته حط إيده على كتفه وقال إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك محمد أن تسمع لابنك وتطيع عم يستهزوا بالنبي هذه الرواية يا أخوان رويت في فضائل الخمسة من الصحاح الستة رويت أيضا في في كنز العمال جزء السادس أخرجه ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوي وابن نعيم والبهيقي في الدلائل ورواه بالنص الذي رواه به أبو الفداء ابن جرير الطبري بالجزء الثاني وكذلك جاء ذلك في غير كتاب كما ذكر الشيخ جواد موني ذكر في مسند أحمد وابن الأثير في الجزء الثاني من الكامل الطبع القديم وذكره أيضا محمد حسين هيكل في الطبع الأولى من كتابه حياة محمد وذكره وذكره وينقل تفسير الكاشف أنه ذكره النساء والثعلب في تفسيره والصيوط والبغوي وصاحب السيرة الحلبية يعني الشايفين ما شاء الله كأنه كأنه المسألة مجمع عليها بهذا النص الذي رويناه أنه الحكاية صحيحة لأنه كثرت وما في شيء منافي للعقل بالرواية وموافق للأي وانظر عشيرتك الأقربين فبتكون الدعوة بتكون المسألة صحيحة على كثرة الرواية حاول بعضهم مثل ابن تيمي وغيره من المتعصبين أن يرد الرواية ويضعوا في الحديث يعني يقولوا أنه هذا الحديث من الموضوعات بس لأنه فيه أنت خليفة ووزيري من بعدي بس لأنه فيها الكلمة وما كان يقبل ابن تيمي حتى الأحاديث اللي مذكورة في أمير المؤمنين وصحيحة حتى لديه كان يحاول أنه يأولها ويبرم عنها ابن تيمي بكل الحالات مع كثرة هؤلاء الذين ذكرناهم يعني لا يعتنى بكلام ابن تيمية في هذا المقام أصبحت الدعوة عامة انطلقت الدعوة طبعا هذه المراحل السري إلى أن أمره الله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين يعني صيد دعوة دعوة علنية من صارت الدعوة علنية أدخل أخذ الناس يدخلون إلى الإسلام يعني جماعات وأفراد وهنا قامت قائمة قيامة مين قيامة قريش أنه هذا محمد سفى آلياتنا محمد اعتدى على يعني دين آبائنا وأجدادنا إحنا لابد أن نقف في وجهه وقت اللي بنشوف أنه قريش عذبت الكثير من الناس ولم تستطع أن تعذب محمدا أو أحد من بني هاشم هذا بيعني أنه بني هاشم كانوا زماعة إلن بطش إلن سلطة يعني كانوا عشيري يعني كان فعلا أبو طالب حامي صيحته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك اجوا لعند اجوا لعند الأبو طالب وقالوا له أنه وطبعا عذبوا كثير من الناس رح نحكي عنهم إن شاء الله بالدرس القادم عن بعض الأصحاب اللي يعذبوا بس الكلام هنا أنه وقت اللي ما استطاعوا أن يعذبوا محمد أو يفعلوا له شيء كانوا يأتون إلى من يأتون إلى إلى أبو طالب وتطلب قريش من أبي طالب مطالب كثيرة منها أنه أنه والله ابن أخوك أو ابن أخيك محمد يعني سفه آلهتنا فرق زماعاتنا أخذ منا عبيدنا إلى آخره من هالكلام فبدك توضع حد بيننا وبينه فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي أبو طالب لعند وطبعا كانوا يجوا يسمعوا يعني من رسول الله وكان النبي يقص عليهم هذا الكلام فكانوا يقولون فقال لقد سمعت منه قولا والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهنة يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها به وخلوا بين هذا الرجل وبين وبين ما هو فيه واعتزلوه فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نباء عظيم فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم يعني إذا العرب آمت عليه بتكون العرب كفتكم محمد وهي قاتلته وإذا هو ظهر على العرب بتكون أنت أولى الناس به لأن أنت قوم وعشيرته ولا آخره فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به فقالوا لقد سحرك الرجل يا أبا الوليد وأبا الوليد كان معروف حكيم قريش أبا الوليد قالوا فلولا أنزل على رجل من القريتين عظيم واحد منهم أبا الوليد واحد من يثرب هم واحد من قريش من مكة أبا الوليد كان حكيم قريش حكيم مكة قالوا له روح أسمع شوف شو تقدر تبطل دعوة محمد فإجاب لهم هذا القول فقال هذا هو رأيي فيه فاصنعوا ما بدأ لكم ثم جاءوا إلى إلى أبو طالب وقالوا له لأبو طالب بدك توقف ابن خيك وإلا إحنا ما قادرين يعني نتحمل فقال يا عم والله لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي على أن أترك هذا الأمر ما فعل أو أهلك دونه وأصبحت يعني المناوشات كثيرة بين رسول الله وبين قادة قريش أنه حتى لي تنازل شويس ويعرضوا عليه كل مرة يعرضوا عليه شكل مثلا إلى أن مثلا قالوا يعني عرضوا عليه فأملي فيما ورد أنه والله ليكشف عنهم إجوا صاروا يطلبوا مطالب فاسأل ربك الذي يفتيك بما تدعيه ليكشف عننا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا تعرفوا مكي حوالها كل جبال خلي شلناها جبال وليبسط لنا بلادنا وليفجر لنا فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق وهذا المذكور بصورة بصورة الإسراء قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من أعناب منخيل فتفجر الأنهار خلالها تفجير أو يكون لك بيت من زخرف أو ترتقي في السماء ولن نؤمن لرقيك أو حتى تأتي بالله والملائكة قبيلة إجا الجواب من عند الله قل سبحان ربي وهل كنتوا إلا بشرا رسولا نعم في كلام طويل عريض إذا إجت صناديد قريش اللي وقفت ضده وعذبت أصحابه وعم تقوله يا محمد إحنا مستعدين نؤمن إلك بس شرط عملنا مثل هاي المعاجز طلع ينبوع عمل زنائن شيل هزبال من هون إلخ 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 فكان الجواب فرد عليهم بقوله ما بهذا أبعث إليكم إنما جئتكم من الله بما بعثني به وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم فإن قبلتموه فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله بيني وبينكم بالحق وهو خير الحاكمين سمعتم ما قالت رسول الله يعني ما في معاجز يعني مش متل ما عبد ابن شهر آشوب أربع تلف معجزي لرسول الله صلى الله عليه وآله ما في معاجز ما في معجز إلا القرآن وما ثبت خلاف العادة والناموس والقوانين هو كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله كرامات شي ومعاجز شي لأن المعجزة هي التي تكون لإثبات النبوة والمعجزة لا تكون إلا في ظرف ضيق عندما تكون النبوة في خطر مش على طول ابتجي المعجز ورسول الله ميزته أنه أراد أن يخاطب الأقول لأن ما عد فيه نبوات ختمة النبوات طيب عندما تختم النبوات بشو بدك تخاطب الناس بالعقل ولذلك كانت معجزته مخاطبة العقل ليس إلا ولذا هذول اللي بيذكره مثلا عندك بنهز البلاغة عندك مثل هاي المعجزة جاء فيه شرح النهز عن أمير المؤمنين فقالوا يا محمد إنك ادعيت عظيمة لم يدعي آباؤك ولا أحد من بيتك ونحن نسألك أمرا إن أنت أجبتنا إليه نؤمن إلك قال ما تسألون قال ادعوا لنا هذه الشجرة حتى تنقلع بعروقها وتقف بين يديك فقال إن الله على كل شيء قدير فانفعل الله ذلك تؤمنون وتشهدون بالحق قالوا نعم قال إني سأريكم ما تطلبون وأني لأعلم وأنكم لن تضيئون إلى خير وأنني أعلم أنكم لن تضيئون إلى خير أنه مش رح تؤمنوا يعني الله منزل أي بالقرآن قال وأقصموا بالله جهد أيمانهم لأن أتيتنا بآية يعني معجزة مثل معاجز موسى ومعاجز عيسى لنؤمننا لك الله شو قال له قل إنما الآيات عند الله الله اللي بنزل آيات مو شغلتي احنا شو زينا احنا زينا قالنا رسول الله حياته معجزات شوية أقفلنا الباب على رسول الله صني وشيعي ورحنا لمعاجز الصحابة هنيك وإحنا رحنا لمعاجز أهل البيت صرنا ندعي معاجز لأمير المؤمنين معاجز للحسن معاجز للحسين ما في معاجز لا يوجد معاجز إلا للأنبياء والمعاجز للأنبياء لا تكون إلا حينما تكون دعوتهم بخطر كالآيات يعني عيسى عليه السلام عندما أبرأ الأكمه والأبرصة بإذن الله عندما كانت دعوته بخطر مش على كيفه ولا سعة اللي بده ولا كان بيروح على مأبرة بيحييها مش قادر يحيي الموت بإذن الله حسب ما بيقوله ها وبيصيروا جنوده وبيظهر دين الله بل هؤذن لي مش رح يؤمنوا إله وقت اللي أنا قادر أعمل هيك معاجز لا أطوع الناس لي أطوع الناس لي ولذا بنفس البلاغ نفسه فيه لو أراد الله كذا لأنبيائه بما معناه أنه يؤمن الناس بالقوة لأرسل معهم العقبان وفتح معهم الكذا القنوز الأرض ورفع معهم الجبال كانت أمت الناس قصبا عنه كان يبيجي النبي يرفع الجبل فوقهم كأنه ظله مثل ما صار مع بني إسرائيل آمنوا أو بنزل عليكم الجبل كانوا آمنوا قصبا عنهم خوفا موشي قل هلأ واحد ارفع على الأسلح شو تؤمن ولا بقتلك ولا لا يا خي مثل ما بدك بس لا تقدلني موشي قل إذن إيجي بده خاطب العقول وأقسموا بالله هاي الخطبة بنهج البلاغة بتعارضها هاي الآية أنه عم يحلفو لك أنه إحنا مستعدين نؤمن بس جيب لنا آية الله وعيطل للشجرة إجت لعنده وخرت خر ما بعرف شو وقتلعت من جذورها وإجت بإذن الله هلأ بيطلع لك واحد جاهل وما أكثر الجهلة قال لك شو أنت مستكتر على أهل البيت يا ويلك من الله يا سني يا مدلس يا كذا يا كذا إجا واحد لعند الإمام الصادق عليه السلام يلا الشاب الشيء يذكر قال له بما معنى قال له لا يدرك أمرنا إلا بالعقل بمعنى أنه لا تاخدوا إلا من العقل فكروا بالعقول وعليكم بنقد الكلام في رواية أخرى عليكم بنقد الكلام عربك عقلك طيب قال له يا ابن رسول الله ما أكثر ما أكثر هؤلاء الذين هم على أمرنا أو تلبت لحكايتنا شيعة يعني ولكن ليس لديهم ما تقول قال له ما هؤلاء الذين خاطبهم الله عندما خاطب العقل والله ما خلقت خلقا أعظم منك علي بك أسيب أعاقب إياك آمر وإياك أنهى قال له نعم نحن بدنا شيعة عقلين شيعة يميزوا شيعة يفكروا شيعة ينقدوا شيعة يحركوا دماغهم ما بدنا شيعة يضطرش ما بدنا شيعة عايشين مثل الحيوانات بس يكلوا يشربوا وشوف يسمعوا يرددوا مثل الببغائيين بدنا شيعة يفهموه هذا مش عالي اللي عم بحكي الإمام الصادق مو أنا مش أنا ومع الأسف الشديد كل واحد بحجة الكرام وبحجة شسمه بخرجك عن الدين وبيضل لك هاي كل هاي قال له أنا عارف مش رح تؤمنه طب إذا أنت عارف مش رح تؤمنه وليش عملت له هاي المعجزة يا أيتها الشجرة إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر وتعلمين أني رسول الله فانقلعي بعروقك حتى تقي في بين يدي بإذن الله والذي بعثه بالحق لنقلعت بعروقها وجاءت ولها دوي شديد وقصف انققص في أجنحة الطير يلا بلا من علع حتى وقفت بين يدي رسول الله مرفرفة وألقت بغصنها الأعلى على رسول الله وببعض أغصانها على منكبي وكنت عن يمينه فلما نظر القوم إلى ذلك قالوا علواً واستكباراً فمرها فليأتك نصفها ويبقى نصفها فأمرها بذلك فأقبل نصفها كأعزى بإقبال وأشده دوياً فكادت تلتف برسول الله فقالوا كفراً وعطواً فمر هذا النصف فليرجع إلى نصفه كما كان فأمره رسول الله فرجع حكاية ألف ليلة وليلة عاد النبي مشغول فاضي يلا أربع يروح يلزئ يعمل يطلع ينزاف شو هيك الدين حكاية والله عملوا لنا الدين أساطير لا وين حطينا هاي هاي حطينا بنهج البلاغة وناسبين لأمير المؤمنين سلام الله عليه طيب فمر لا إله إلا إني أول مؤمن بك بل فقلت أنا يعني الإمام علي إني أول مؤمن بك بك برسول الله يا أول من يا وأول من أقر بأن هذه الشجرة فعلت إلخ 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 وهو ديك قالوا ساحرون كذا هاي كل حكاية بتنافيها اي اللي قلت لكن يا وأقصموا بالله جاه دايمانهم كل شوي يجي عند النبي جيب لنا اي مثل اية موسى عصى قالوا يا عمي وهل كنتوا إلا بشرا رسوله طلع لنا نبع وهل كنتوا إلا بشرا رسوله عملنا زنائن وهل كنتوا إلا بشرا رسوله هذا هو رسول الله ولذا هاي الكتب المحشية ما رح جيب لكم نشوفيه بس هاي الكتب المحشية بالمعاجز أكثرها غير صحيح الكرامات الثابتة لا إشكال نؤمن بالكرامات ورسول الله أعظم كرامة وجود رسول الله بين البشر أعظم كرامة أعظم كرامات السماء على البشر بعثه رسول الله بعثه رسول الله وعلي محمد اللهم صلى الله عليه وعلي وإنما ما يحتاج ما يحتاج هل تشوف مثلا اقتربت الساعة وانشق القمر بالقرآن كل السنة والشيعة حتى في دكاترة من هذول تبقوا العلم الطبيعي وكذا بقولوا لك أنه شايفوا القمر في شق اللي طلوا على القمر سبحان الله ويطبقوا لأي وقولوا لك انشق القمر ليش؟ أنه النبي أمره بأن ينشق عم بقولي اقتربت الساعة شو اللغة عربية؟ شو هي لغة عربية؟ اقتربت الساعة يوم القيامة وانشق القمر زي؟ مو بس هالشكل اشت روايات تتعقب تقول بأنه قالوا له للنبي مر هذا القمر بأن ينشق مثل الشجرة نصفين انشق نصفين في رواية كمان شو صار قالوا للآن نص بالقمر فوت بكمه يا عمي كم رسول الله صلى الله عليه وآله بسيعة نص الأمر خوكب ضخم شوية عقل شوية منطق يتلعب لك دين الله لا يصاب بالعقول دين الله عقل مش دين الله لا يصاب بالعقول هذيك الأمور التعبودية لا تصاب بالعقل يعني صلاة الظهر يعني صلاة الظهر أربعة لا تصاب بالعقل لأنه لو كانت خمسة بدك تقول لي ليش خمسة ولو كانت ثلاثة بدك تقول لي ليش ثلاثة طواف حول الكعب سبعة تعبد هذا اللي دين الله لا يصاب بالعقل بس الشريعة كلها عقل وإذا نافت المفاهيم الدينية العقل علينا أن نراجع أن نخطئ الدين وليس العقل عم يحكي عن العقل السليم لازم نخطئ الدين مش العقل طبعا الدين مقصودي لفهم الديني أنتوا فهمانين الدين غلاط أي أمر يا دا اللي بدون ينشقوا يفوت بكم رسول الله وليش هاي الشجر بدون تطلع إذا بدون شو أمنوا كرمان شو يكفيه هذه المعجزة صلى الله عليه وآله وسلم يكفيه ما دعا إليه من خير وأخلاق يكفيه ما دعا إليه من مساواة بين النساء والرجال يكفيه ما دعا إليه من رفع المؤمن سواء كان مرأة على الرجل أو رجل على المرأة إذا كان تقياً ويكون أكرم مكرماً عند الله يكفيه أنه أعطى حقوق رفع الضيم عن المظلومين يكفيه أنه ساوى بين من البشر لا فرق على عربي على عزمي ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى يكفيه أنه زاء بخير الدنيا والآخرة يكفيه بأنه حاق العقل والمنطقة يكفيه بأنه دعا إلى الأخلاق دعا إلى التسامح دعا إلى العفو دعا إلى الحب دعا إلى الكرامة دعا إلى الإنسانية دعا إلى الإنسان واحترام الإنسان وكينونة الإنسان دعا إلى احترام العقل وتعظيم العقل لكل قوم آلة وآلة المؤمنين العقل لكل مهاجر فصطاط وفصطاط المؤمنين العقل لكل طبيب دواء ودواء المؤمنين العقل لكل صناعي آلة وآلة المؤمنين العقل 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 ثم العقل هذا محمد صلى الله عليه وآله محمد صلى الله عليه وآله جاء لك يرحم الصغير ويرحم الأنثى من وقدها حية ويرحم المرأة ويرحم الكبير المصطلع فينا في الأرض جاء لي يقول جاء لي يدعو إلى مكارم الأخلاق ألا يكفي هذا كرامة هذه هي أعظم الكرامات أعظم كرامة لمحمد أخلاقه وعندما لا نكون نتمثل أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله معناته إحنا بلا كرامة مش بحاجة رسول الله لتحطوا له القصص لتبعدوا عن الهدف الأساسي وهناك مزيد من الكلام يأتيكم إن شاء الله والحمد لله رب العالمين